موسيقى 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 المحطة سولادزيان المشكلة كانت الإنارة داخل المحطة كانت الإنارة وكانت المعنى وكانت المحطة وكانت المزيد المشكلة الثانية هو نقل المزدوج لأنه يكون لديه وطائق قانونية لأنه يدام في محطة الوضع فهذا الميل سوف يفصل فيه المشكلة الثالث من المحطة يجب أن يكون لديهم بلايس رباط جديدة يجب أن يكون لديهم يجب أن يكون لديهم يجب أن يكون لديهم ثم يقوم بالنسبة ذلك المشكلة لأنه كان في الأنفل كان لديه موسيقى تنشيئ للتعباء وتضع نفس الطاكسيات للا يتشاور معانا أو يمكن الانسخص السيد الرئيس المقاطعة يخذ لأساس أنه يمكن مما يقوم يجب أن نطلب عدد المقاعد لتصورنا لأن الناس مضرورة ولم يكون تصورتها لدينا نقطة هنا وهذا الوقفة احتجاجية نقطة الأول وحد الكار مززوج يجب علينا شيء فوضى ما لديه قريمة وخطافة والله أعلم وكان هناك نارة لا يوجدها في محطة أولاد سيان وكان الناس يجدون هنا بالليل يتقريسون وكان المتشرين هنا كثيرا وكان هنا الكورتية تم ولا كثيرا وكان هناك كل نار لدينا كورتية بشكل وكان هناك طوارد يد السبال وكان الناس تركب ساعتين أو ساعة ونصف في الكار يبقى لا يوجد ذلك الريحة كهرب في حاله وكان هناك مقاعد الريحة وكان هناك مقاعد الريحة كنا نقوم بها ولكننا نرى مضرورين والمرقاب مضرورين وكل شيء مضرور ومازوتة 7000 درام وكان هناك مقاعد الانسان يقوم باستلاف 7000 ريال في الروسيطة منين يجيبها وكان هناك المواطن مني تقول لي 30 درام أو 20 درام منين يجيب هذاك المواطن حتى المعيشة تزادت عليه لا بدقيق ونفعي حاجة وكان طلب الله يفقنا من هذا الوحين اليوم اللي اخذنا هذا الوقفة في محطة ولد زيان علاقة منها المشكلة بعدها ديال المقاعد اللي احنا بعدها مدرين به هذا القارار احنا بالنسبة للميهانين ديال الطاكسي كيبالي نطول بزاف وتقهرنا فيه صراحة ديالله طول بزاف بزاف لان الطوبيس يدوس المية في المياغ والطراموية يدوس في المية في المياغ هذا شيء ما نقوله ونعوده ونعوده ونقوله وما نقوم نعوده ونقوله تتحل هذه المشكلة احنا بغينا الناس ديال الداخلية يشوفو فينا شوي يشوفو في الميهانين Cyl和اتدان صافINT احنا بغني احنا بشكله يشوفو فينا مدرس زوت صابح صعدة منق راح شومو عيبو عار